السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنحل سئلة على المحاضرة التانية. ونبدأ باول سؤال. بقول لك زيرو. زيرو جروس ريت از اوبزورفد ديورنج زافولونج فيس. يعني البكتيريا عندها زيرو جروس. ما بتكبارش اصلا. فاحنا قلنا ان اول مرحلة بتبقى ايه? البكتيريا نوت انكريز النمبر. بس بتزيد في الصايز. واحد يقول لي ايه هو مش الصايز ده? ممكن بقى جروس? لا. الجروس بتاع البكتيريا بيتمثل في النمبر. يبقى لما حد يجي اسألك. البكتيريا دي تكبر ولا لا? او بيحصل لها جروس ولا لا? اقول له بتزيد في النمبر ولا لا? بتزيد في النمبر يبقى جروس. ما بتزيدش. يبقى مفيش جروس. يبقى احنا عندها ايه? زيرو. ويبقى لاش اللون ده. آآ زيرو جروس ريت. يبقى لاك فيز. معايش ولا تصوير وحش سوية? والكلمات مش واضحة يعني. طيب بكتيريا قرموز تلي قلت لك آآ انزل كده في الورق بتاعي عند اللغاريتميك فيز. هقول لك اكتر منطقة فيها انقسام واكتر واحسن منطقة ندي فيها ايه? او انتي بيوتك. يبقى احسن مكان تدي فيه الانتي بيوتك مين? اللغاريتميك او الاكسي بونينشا الفيز. طيب. زي ركز بقى في سؤال دي. يعني داخل الجسم يعني بيسألك دي كل ريت مع مين? بص طبعا انت ما تعرف مرحلة انتشار المرض. القيام في بكتريا واحدة دخلت الجسم. البكتريا بقى هتنتشر في الجسم كله ازاي? مش لو بكتريا دي واحدة ودغLET الجسم. وبعد كده فضلت تكتر تكتر تكتر. يعني هي واحدة دخلت الجسم. بعد كده بدأت تكتر 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 فعملت. فالإنفاجن. حصل لما كترت كترت اوى. طب هي بتكتر امتى? في اللغة ريتم كفيز. يبقى احنا ناخد ايه? اللغة ريتم كفيز. طيب. اليكوباكتر بالوري دي ما اعرفش دي جرسومة المعدة. الناس يقول لك انا عندي جرسومة المعدة. هي دي جرسومة المعدة. بولت يعني بولك ان بتحتاج اكسوجين اقل من اللي موجود في الجو. ولو زودته او غيرت نسبة الاكسوجين دي هتبقى تكسيك فرقيت يعني اتموتها يعني من الاخر القصة دي بيحكي لك بيقولك ان الهيليكوباكتر بيروب تحتاج كمية اكسوجين قليلة فمن اللي كان بتحتاج اكسوجين قليل طيب ارجانيزم ذات كان يوز اونلي اوتو ازقى فاينال اكسيبتور بص بقى السؤال ده عشان هنحط كما لحوظة كمه لو قالك الاوتو فاينال اكسيبتور يعني متعرفش استخدم غير الاكسوجين يبقى ديه الابليجاتوري اه فين ابليجاتوري ايروب ابليجاتوري ايه ايروب اكتب بقى معايا لو قالك اكسوجين بس يبقى دي ايه ابليجاتوري ايروب اللي هي بتستعمل فيها مين الاكسوجين يعني خلنا نكتبها ابليجاتوري ايروب حلو طيب لو قالك تعرف ما بتستخدم اكسوجين وإن أورجانيك بتستخدم أكسوجين وإن أورجانيك صابستانت في نفس الوقت يعني تعرف تستعمل لتنين يبقى دي كده حل طب لو قالك بتستخدم إن أورجانيك بس لو بتستخدم إن أورجانيك أكسيبتور بس يبقى دي كده أبليجاتوري أبليجاتوري أنيروب حل يبقى كتب لي الثلاث ملاحظات دول لو قالك إن الفاينال أكسيبتور أكسوجين بس يبقى دي أبليجاتوري إيروب طب لو أكسوجين وإن أورجانيك يعني لو أكسوجين أو إن أورجانيك صابستان زي النايتريت يبقى دي كده إيه فاقلتتف أنايروبك طب لو قالك إن أورجانيك بس يبقى أبليجاتوري أنايروبك وأخب بالك يبقى لإجابة هنا هتبقى إيه إجابة هنا هتبقى أبليجاتوري إيروب برضو حاجة تانية معلش كلمة استريكت اللي هنا دي استريكت دي يا جماعة بتسوي ابولوجاتوري يعني لو قالك استريكت ايروب لكنه بيقولك ابولوجاتور ايروب هم الاتنين نفس المعنى طيب الريكوفر استيجي في الفيفو بص ريكوفر استيجي مرحلة الاستشفاء يعني انت الوقت كان عندك بكتيريا وبعد كده جالك ايه ريكوفر بدأت تخف بدأت تخف يعني ايه يعني البكتيريا بدأت تموت لبعدية الدكلايم فيز طيب قصة السؤال دي مش عليك بس هنقوله يعني بقولك الوقت اللي بيستغرقه عشان نجيب جينيريشن جيل جيل من البكتيريا اكيد هتحسبه وقت ما البكتيريا تبدأ تصنع الجيل تب هتصنعه امتى هتصنعه في مرحلة الرغاري طيب المرحلة الأخيرة البكتيريا مش عارفة صنعها ومحتاجها عشان تنمو طيب يعني الكلام مش متردت بص طيب يعني بقولك الهيدورجين بيروكسيليز دي حاجة توكسيك البكتيريا بيتصنع عن طريق قلنا الهيدورجين بيروكسيليز دي بتيجي من الاكسادة او اللي هو الهيدورجين بيروكسيليز اللي هو دي اتشي تو او تو او المولوكلر اكسوجي بيجي منين بيجي بيجي منعاملك الايروبك كريسباليشن اللي هي الاكسيديشن يعني الحجم وعدد البكتيريا بيزيد امتى طيب انت عندك اللاج فيز انا عند الحجم بس اللي بيزيد فماقدرش اخده اكسيليشن فيز ديت ما اخدناهاش العدد سابت فهنا بيزيدش العدد بيقل فاضل مين فاضل ليه بقى اولا عدد بيزيد ده طبيعي عند من اقولت لك انها فبتزيد برضو السؤال ده معلومته برضو مش علينا بس اعرفها ان برضو ممكن يزيد طيب البكتيريا من خمسين لخمسة وخمسين اقولت لك ان من خمسة وعشرين لاربعين فبمعنى انها بتزيد فوق الاربعين انها بتحب الحرارة يعني ايه سيرموفيليك طيب obligatory anaerobic can grow in obligatory anaerobic لازم ما يكونش فيه اكسوجين يبقى absence of اكسوجين anaerobic are not killed by exposure to oxygen يعني بقولك البكتيريا اللي هي anaerobic اصلا بس ما بتموتش من الاكسوجين دي اسمها ايه قلتلك anaerobic بتعرف تتعامل مع الاكسوجين من الايروتوليرانت anaerobic طيب الهيديروتروفيك بكتيريا قلتلك الهيديروتروفيك اللي هي غير ذاتية التغذية كان بتستعمل حاجات ارجانيك بتاخدها من الانيمال او من وتصنع منها الاكل يبقى ايه ارجانيك سورس اف كاربون ان نايتروجين ازا صلى عنها انا انا قلتلك ان يعني الموت بيساوي مين بيساوي فانت الوقت لو انا جبت خمسة صنعت خمسة ومات قصدهم خمسة يعني سلب خمسة يبقى دي يطير مع دي بقى زيرو يبقى في البكتيريا بتبقى زيرو ليه لان احنا بنكون قد ما بيموت طيب صلى انا بحلسة اقل لك ان في الاستيشنري في اي حاجة مفيقاش استيشنري هنا شيلها اهي طب اللاج هل اللاج البكتيريا بتنموش فيها او ما نقلتلك النمو البكتيريا مربوط بالعدد نمبر ملكش دعب اي نمو البكتيريا بايه نمبر هل اللاج فيز النمبر بيزيد فيها لا يبقى اللاج طيب كده خلصنا الكتاب الاولاني تخش على بعده ماشا من اول هنا البكتيريا البكتيريا اغلبها قلنا لك هتيروتروفيك وهنا كتبها غلط هتيروتروفيك تمام طيب الفاكالتتف انايروبك كان الفاكالتتف قلنا بتعيش هنا وهنا يبقى بريسانس طيب اوتوتروفيك قلنا دي اللي هي زاتية التغذية بتستعمل حاجات وتصنع بها اورجانيك يبقى اورجانيك سورس لا اورجانيك سورس لا اورجانيك سولت وووتر وسي ووتو فورجروس صح غلط برضو افكاربون لا بتجيب اورجانيك لو كاربون ديكسايد والامونيا زي ما تفتك طيب هتيروتروفيك بكتيريا باسوجينيك لسه قلنا فوق طيب ستة وستين بكتيريا اكتبها عندك كلمة يعني صغير او اكتب جنبها يعني صغير يعني كمية اوكسوجين صغيرة طيب بكتيريا بكتيريا هتيروتش بتصنع بتصنع يعني بتصنع الاغذاق بتاعها دي طيب موست باسوجينيك بكتيريا الميزو فيلك ورجع الميزو فيلك دي الموست بكتيريا اللي هيقة باسوجينك تبقى ميزو فيلك طيب باسوجينيك بكتيريا لا انا قلتiye ان الموست باسوجينيك بكتيريا ومكتوبة في الداata كانت فاقلتية في انايروبي. الكلام بيتش لا. هتبقى نيوترال. بص يا جرعان. اي حاجة مصطبسوجينك هتبقى حاجات المعتادلة. يعني ميزوفيلك في الحرارة ميزوفيلك. وفي البييتش هتبقى نيوترال. طيب رقم واحد وسبعين. يعني ما عندهاش الانزيمات اللي بتكسر التوكسين. عندهاش الانزيمات اللي بتكسر ال او الاكسجين الزري او الكلام ده. يا با دي مين? الابليجاتوري انيروب. لان كده قلت لك ان الابليجاتوري انيروب بتموت من الاكسجين عن طريق البتاع دي. عن طريق المواد التوكسين دي لان ما عندهاش ايه? ما عندهاش الانزيمات. طيب بعد كده. اللاج فيز في البكتيريا جوروس كيرو. طيب. اللاج فيز. بكتيريا جيف رايس تو دوتر سيلة وما فيهاش مقسام اصل. انزيم ار اكيوميليتنج بريبيرنج فور مالتيبليكيشن. كلمة بريبيرنج. واخد بالك دي الكلمة اللي هتحللك البتاعها. طب الديس ريت انكريز لأ دي في الدكلاين. طب بلانس لأ دي الستيشنر هي كلمة واحدة اللي هتحلها. بلانس استيشنري. الديس ريت زاد يبقى دي على طول من الدكلاين. بريبيرنج يبقى تديك لاج على طول. يبقى ايه? بي. تمام. خشي بعد كده الاكس بونينشيال فيز. باكتريا ادبتو اه اه. طيب. صح? النمبر بتاع الباكتريا بيزيد. دي سريت انكريز لأ. نو انكريز انفايابو الباكتريا كونت? يعني عدد الباكتريا بيزيدش? لأ غلط طب. يبقى تبقى رقم ايه? بي. نمبر اوف بايب الباكتريا بيزيد مع الوقت. اهو بص السؤال دي بتاع الباكتريا يا جماعة انكريز في النمبر. تمام? انكريز فين في النمبر. عشان تبقى عاد. طيب رقم خمسة عشرية. احنا قلناها دي في المحاض. انها بتعتمد على الورجنيزم. الورجنيزم ده اه زي الاشير شاكولاي كانت بتاخد لك فيز قليل. طيب الصيز. الباكتريا دي كبيرة ولا صغيرة? ان يطرف ميديم. اللي هو ايه? اللي هو الميديم المناسب للباكتريا. طيب مورفولوجي اوف زي اورجنيزمي? لا. هل المورفولوجي ديه? يعني الباكتريا شكلها ايس او شكلها كوكايا او بصليها يفرق? لا مش هتفرق. هي المورفولوجي مالوش دعا باللاك فيز. تمام? رقم ستة عشرين. اه ستة وسبين. باكتريا سيلدس اس بالانس. اهو على طول بالانس يبقى مينة يجدعان يبقى ستشنري. سؤال ده كارة كتير. طيب اورجنيزمي زي جروه اباف خمسين. احنا قلنا ان الرنجي من كان من خمسة عشرين لاربين. فوق الخمسين يبقى سير موفولك على طول. طيب. قلنا عندنا اكل كتير واكسوجين كتير. هنا خلصت غلط. اكسوجين قليل غلط برا. هنا صح. تمام? ان الخلايا عمالها تنقسم 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 فهو دي بالسبب اللي خلق كيرف يطلع لفوق كنا. تمام. خلاص فاضل لنا بالزبط ثلاثة اسئلة. طيب نفس السؤال تاني تعاد سبعين مرة. يعني انت بتخفي من البكتيريا. يعني البكتيريا بتموت. بتموت امتى? في طيب. اه كابنوفيليك ده مش عليه. طيب. بكتيريا ارهايلي سستبل تو انتي مايكروبال ايجنت. وهفضل عيد وزيد فيها الانتي مايكروبال ايجنت. هي الانتي بايوتيك. باحسن احسن وقت تستعمل في الانتي مايكروبال او الانتي بيوتيك امتى? في اللوج فيز او لها اللغريتميك فيز. وبس كان يكون المحاضرة التانية اخلصت تماما. انا انت كنا مش محتاج اي حاجة تاني في المحاضرة تمام?